السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي للأستاذ ومتكلم أهل البيت عليهم السلام في عصرنا الشيخ ياصر الحبيب حفظه الله ولعضاء التحاد خدام المهدي ولجميع الحاضرين شيخنا العزيز أرسلت موقفكم الأول من هجوم حماس لبعض الأصدقاء أبر الواتساب أجابني أحد منهم بهذا الجواب هو من أهل العالم الثاني أنقل جواب لكم نصا هو في اللهجة العراقية هو يقول أنتم شالكم هاي ساحات وغى أنتم موقع رجالات تدخلون سلاح مائتكم وعركة ما داخلين بيه يعني أنتم ما داخلين حروب وما داخلين سلاح بالمناسبة شيخنا وليس فقط كلام هذا ربما كلام الكثير منهم يقولون أنتم فقط خطابات وكلام فأرجو منكم شيخنا التعليق وشكرا جزاكم الله خيرا أخي الكريم أخي سنين من ألمانيا نعم تفضل شيخنا شكرا للأخي الكريم يعني هذا من الإجحاف والظلم البين لأنه هذا الذي نقلت عنه يا أخانا الكريم من الواضح لأنه أولا عنده خلل في التفكير لما يقول أنتم ليس لديكم سوى الكلام يعني يعني ماذا يتوقع منا ونحن بهذه القدرات المحدودة خليسميها أو نحن دولة مثلا يعني أنا أضحك صراحة على مثل هذا الكلام أخيانا لأنه البعض هكذا يكتب أو يهاجمنا من من يعد في الشيعة مع الأسف ولا إنصاف له يقول مثلا حسن نصر الله سوى كذا وسوى كذا وسوى كذا أنتم ماذا فعلتم طيب حسن نصر الله شنو حسن نصر الله دولة دولة حسن نصر الله حزبه وراءه دولة نحن من وراؤنا عندنا دولة وراءنا مثلا حتى تمدنا بالأموال وبالسلاح وبالقدرات هذه الميليشيات الموجودة الآن في العراق مثلا اللي مرتبطة بالنظام الخامنئي هذه مرتبطة بدولة يعني صحيح كيف أن تتقيس نحن تقيس حالنا بحال جهات أخرى لديها إمكانيات لأنها متوفرة حيث وراءهم دولة هذا فرق شاسع إحنا ليس وراءنا أحد إحنا ما عندنا غير الله عز وجل وصاحب الأمر عليه الصلاة والسلام لا جهة تدعمنا لا عندنا ما أدري إمكانيات مالية ضخمة وإمكانيات ما أدري قتالية وعسكرية ضخمة ما عندنا قطعة أرض نحكمها ما عندنا شيء من هذا القبيل حسن نصر الله يحكم قطعة أرض في دبنها الضاحية الجنوبية يسمى المربع الأمني ليه؟ ما يسمى بحزب الله مطار بيروت نفسه تحت سيطرته بالكامل القرى الجنوبية كلها تحت سيطرته بالكامل هو الآمر الناهي يعني فلما تقول أنتوا ما عندكم غير كلام غير الكلام ماذا تتوقع يعني؟ يعني تتوقع منا ماذا ونحن؟ هذا حالنا مع المستضعفين ومع المساكين ومنهم وإليهم مشاريعنا هذه الكبرى المليونية من الذي مولها؟ المساكين والمستضعفين اللي من حالي وحالك غالبا أما تصل عندنا حالات حريجة مثل ما الآن الأخ علي يتكلم معكم يقول فواتير الكهرباء ما مكملين دفعها إلى الآن يعني نصل أحيانا إلى مثل هذه المراحل فماذا تتوقع؟ هذا أولا ثانيا قل له أنت يبدو أنك جاهل لأنك مضافا إلى هذا القياس مع الفارق هذا المنطق الذي استعملت فيه القياس مع الفارق أنت جاهل لأنك لم تتتبع أخبارنا جيدا من قال أننا كنا بعيدين بالمطلق والكلية عن ساحات الوغى هذه؟ أبدا لما صدر الحكم المرجعي الذي يسمى بالفتوى فتوى الجهاد الكفائي هناك منا من لبى النداء وكان في ساحات الوغى واستشهد ثمان شهداء عندنا قبل ست سنوات تفضل ثمان شهداء شيخنا عندنا صور قبل ست سنوات من قال أن تيارنا هذا التيار الرافضي ما شارك في القتال وراية خدام المهدي عليه السلام كانت حاضرة هناك في السواتر وكانت موجودة وبياناتنا تشهد وروح إلى قسم الأخبار في موقعنا الرسمي موقع القطرة تشوف البيانات وحتى بيانات التعزية التي أنا شخصيا بعضها حتى مكتوبة بخط اليد لتعزية ذوي الشهداء الأبرار من الخط الرافضي في العراق الذين ذهبوا وجاهدوا واستشهدوا في قتال داعش وأخواتها ذهبوا وفدا لهم نعم وعطاهم أموالا لعائلتهم نعم هذا بيان شيخنا من بياناتكم الآن يخرج على الشاشة لا يكبرون الأخوة حتى إن شاء الله يكون واضح للجميع يستطيعون أن يشاهدوه نعم هذا بيان بخط يدي سماحتكم شيخنا نعم في أي سنة هذا؟ أنا لا أراضي كاتب تحتك شيخ 1438 هذه تعزية لذوي الشهيد البطل عادل الشمري عادل الشمري والأخ الشهيد أسعد الشمري نعم رحمة الله عليه وغيرهم من الشهداء يعني أنت صبرهم جميعا في المسيرة مسيرة البراءة ثمنا الشهداء ثمان شهد نعم نعم حملنا صورا في المسيرة فيعني الكلام هذا كلام شخص جاهل لا يعلم عنه شيئا وكم ابتلينا بالجهل والله يعني المشكلة هي هذه ستارة أنهم تلاقي واحد جاهل مثلا من عوام الناس فلربما تعذره أما جاهل يكون معمما هذا الشيء هذا الشيء هذا الشيء رحمة الله عليه أسعد الشمري كان قيادة شيخنا هذا رحمة الله عليه هذا من الشهداء اللي كانوا على منهجكم شيخنا نعم إحنا بمقدار ما استطعنا بحسب إمكانياتنا قمنا بما نستطيع ودعمنا حتى ماليا الإخوة المقاتلين هناك على الجبهات وفعلنا كل ما نستطيع من أجل أن نشارك في تلبية هذا النداء بالجهد ودفع ودحر العدوان الداعشي إلى أن الحمد لله الله خلص العراق وأهله من هذا العدوان فعلنا ما بإمكاننا أن نفعل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كنا نتمنى أن تكون لدينا قدرات أكثر بمقدار ما نستطيع كنا سنعطي أكثر هذا شيء واضح جدا سنضحي أكثر هذا شيء واضح بس لا تقيسنا ببقية الفرق والميليشيات والأحزاب والجهات الأخرى التي راحت وطأطأت الرأس لخامنئي وقبلت نعاله حتى ربما لا تقيسنا بهؤلاء نحن أحرار نحن نعلم أنه إذا أردنا حل كل مشاكلنا المالية وتحقيق كثير من طموحاتنا ومشاريعنا دون أي عناء ودون أنه نخرج دائما في حملات مليونية ونتوسل بهذا وذاك أنه أرجوك أتبرع حتى نحقق هذه المشاريع أن ريح بالنا تماما على الآخر كما يقال نعلم أننا نستطيع أن نفعل هذا لو تخلينا عن حريتنا وصرنا عبيدا للطغاة بس ما نقبل ما نرضى رحم الله من مضى منهم وحفظ الله من بقي منهم فقد أبلوا بلاء حسنا واحدة كانت تتذكر من الفيديوهات التي أرسلوها كانت من خط النار يعني من التماس وكان المصور نفسه على وشك أن يقتل في نفس الوقت هذا الشهيد سيف جاسم صرايفي من الناصرية رحمه الله هذه صورتين موجودة نعم لا بس أيضا عرضوا صورت لا بس باستذكارها والترحم عليهم نعم سيدنا نرسلهم حتى إن شاء الله أنا نرسلهم نرسلهم لك إن شاء الله نرسلهم لمحمد جوا لمحمد جوا هذه مشكلتنا كثيرون لا يعلمون عننا شيئا لا عرفوا منهجنا ما هو مواقفنا ما هي آراؤنا ما هي مشاريعنا ما هي مجرد التقاطات بسيطة فلذلك يبهتون ويفترون يرموننا بالعمالة يرموننا بما أدري كذا يقولوننا ما لم نقل أستطلع هذا هم المعمم هذا اللي عادة يقول مسائل مسائل شرعية وافترى علينا أيضا أنه نحن قائلون بأن كل من لا يجهر بالبراءة بتري هذا من أين جايب هذا متى قلنا شيئا كهذا متى تخلصون أنفسكم من الجهل والافتراء متى ولا عجب شوفوا المستويات ضحلة متدنية إذا هو أصلا ينسب حديثا للإمام الصادق عليه السلام وليس بحديث أصلا ماكو هكذا حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أصلا عرفته ومن قبل راح ونسب حديثا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو حديث أبي بكر لعنه الله مثلا يعني الأمور عندهم ترى كل شيء ملخبطة يعني مع الأسف هذا حال من يسمون أنفسه من أهل العلم المفروض فما قولك في العوام يعني فعلا عجب يعني نحن نشكر الأخ الكريم اللي سأل هذا السؤال حتى شوية تتبين بعض الأمور نصيحتي لكل من هاهنا في عالمنا الشيعي بل في العالم الأكبر سواء كان معنا أو علينا أن رجاء يا أخي قبل أن تتفوه بكلام ضدنا راجع بس راجع شوية روح أكو موقع اسمه موقع القطرة هذا موقعي الشخصي أنا روح شوف بياناتي آرائي كتبي هناك محاضراتي تحقق من المعلومة من الفرضية التي لديك شوف صحيح أم مصحيح يعني يطلع واحد معمم قبل كم سنة وهذا القابع في لندن الذي لم نر له موقفا واحدا ضد الصهاينة شو تسوي معاه هذا حمار شو نسوي له يعني أنا ما عندي موقف واحد ضد الصهاينة عشرات ما عشرات البيانات موجودة بس شنو نسوي إذا أنت والمشكلة من ناس يخطب بالناس يتكلمون يتكلم مع الناس الناس هم جالسين في مجلس الله العالم كم عددهم بالعشرات يسمعون هذا الكلام كل واحدهم لأنهم ما يروح يحقق أيضا هو يطلع حامل هالفكرة فيروح يقولها لمن لصديقه اللي يقعد وياه ولي أبنائه ولي زوجته في المخدع وهذه هم تروح تنقل تدري هم بعد إذا النساء بعد دخلا بالموضوع بعد ينتشر يصير تواتر بعد في الأمة يصير فينتشر وينتشر وينتشر يصير كل العالم شنو تقول بهذا الكلام بعدين بعد عشر سنوات خمسة عشر سنة يشوف أخ طرح كلامنا غلط شنسوي نرجوكم أبريؤون الذمة وهالرسائل هذه بالعشرات بالعشرات أبريؤون الذمة أبريؤون الذمة إلى أن صارت السال فماصخة بعد ماصخة هاي مصخت مثل ما يقولون ياخي شوية ورع شوية ثبت قبل ما أنت تقول الناس ما لم يقولوا إلى متى هذه الحالة من البهتان والافتراء شوية راجعوا ونالك موقع أيضا للاتحاد كتبوا بالانترنت اتحاد وخدام المهدي عليه السلام أيضا فيه بيانات فيه مواقف فيه آراء فيه مؤلفات فيه كذا فيه كذا واحد يراجع منهجية هذا الاتحاد مسيرته تاريخه كيف بدأ هذا الاتحاد مو صنيعة الإنجليز ترى كما يكذبون عليكم هذا الاتحاد صنيعة الكويت بالكويت بدأ عرفت جون بني دلقار بدأ هنا بيش المنطقة عرفتوا شلون بالدسمة استغفر الله قبل حتى ابني دلقار تمام بملحق صغير غرفتين ومطبخ وحمام إيجارة ميت دينار كويتي بالقوة كنا نطلعها بالشهر هاي الميت دينار كويتي أيامه تمام أي هذا تاريخنا ترى تاريخنا هكذا بدأ وأول اجتماع لأنه ما عندنا مقر كان تحت شجرة على الساحل على الشاطئ أمام ابني دلقار وللطرفة رحنا خلينا ورقة أي فور دبسناها بهاي الشجرة كتبنا اجتماع خدام المهدي المغلق المغلق بالأوال طلق بشارع ما ادنا مكان نجتمع شو نسوي هذا هذا تاريخنا اللي لاحق الآن بالأخير يشوف هالأبه وهالعالم قنوات وأرضه فدكنا الصغرى وفي المسيدة الجنة عليه السلام والطائرة الزهرائية والله هذو صار عندهم طيارات بعد وكذا وما أدري السلاح وشرطة الخميس وباشر يصير لهم وطن لا هذول مدعومين هذول هذول واضحة يعني إن شاء الله أبو ناجي داعمهم ربتم رحم الله المجدد الثاني السيد محمد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه اللي مر واحد من المعالمين إيجاه قال له سيدنا قال له كل هالمشاريع اللي أنت تسويها بالعالم كذا هاي كلها منين فالسيد قال له تعال 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 قال من أبو ناجي شي سويا خل بحد يعني منين يعني مرجع تقليد خل تأتي حقوق تأتي أخماس تأتي التبرعات تأتي صدقات خل يصرفها في سبيل الله يعني شنو هاي كلمة منين هذه منين هاي يعني شنو محلها ما محلها من الإعراب هذه شتسوي مع الناس الله المستعان طبعا قبل الختام الصور جاهزة اللي ارتهل سمات السيدة المسوي فاعرضوها اخواني نعم هذا الشهيد سيف جاسم الصرايفي هذا الشيخنا كان الشهيد هذا على المنهج وهذا تعزية خدام المهدي للشهيد رحمة الله عليك وهذا وغيره من الشهداء كثر نعم رحمة الله عليهم وربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان حقيقة هنيئا لهم رحلوا عن هذه الدنيا وارتاحوا من همها وغمها واشتون رحلوا رحلوا شهداء شهداء في الدفاع عن المقدسات حقيقة هنيئا لهم هنيئا لهم اللي هم فعلا سبقوا إن شاء الله إلى جنان الخلد فنسأل الله أن يرحمهم ونسأل الله أن يثبتنا كي نلقى الله عز وجل ولسنا بمنقلبين ولسنا ببناك الصينة بل نلقى الله إن شاء الله شهداء بإذن الله تعالى بحرمة محمد وآله الطاهرين عليهم السلام